وفي مقدمتها الحديث عن حملة تضامن كبيرة مع الشاعر كاظم الحجاج بعد قيام شركة العامة للموانئ بإنذاره وقيام شرطة أيضا بتبليغه ضرورة إخلاء المنزل خلال ثلاثة أيام المنزل كان خصصا للشاعر الكبير منذ ثلاث سنوات في مهرجان المربض الشعري أعلن عن ذلك حينها وزير النقل كاظم فنجان ومدة العقد هي عشر سنوات انتهى منها فقط ثلاث سنوات هذا التصرف أثار الغضب واعتبر إهانة لقامة أدبية وشعرية كالحجاج مهدي كتب أو تساءل يقول هل يعقل أن يطرد الحجاج وعائلته إلى الشارع؟ أي أخلاق هذه نطالب بدار ملك لشعرنا كاظم الحجاج أما خلود فكتبت تقول لابد أن يملك هذا الدار رد اعتبار يجب أن نرفع صوت للمثقف البصري والعلاقي الأستاذ كاظم الحجاج أخيرا تعليق من سهات قالت فيه تهان القامات الأدبية في زمن التردي الثقافي والاجتماعي تحية احترام وتقدير لشعر البصرة المبدع كاظم الحجاج طبعا بعد حملة التضامن هذه مع شعر الكبير صرح مدير الموانئ فرحان محيسن أن ما حصل تصرف فردي وأن الحجاج يمثل رمز من رموز البصرة وسيبقى في منزله وسيتم أيضا تخصيص قطعة أرض سكنية له ودعمه ببناء لها اليوم كان هناك تصرف فردي لأحد أفراد لجنة رفع التجاوزات وهي تحديدا رئيسة لجنة رفع التجاوزات وتبنت على عاتقها تقديم مذكرة لدار السيد كاظم الحجاج وطالبت بإخلاءه هذا الموضوع هو فردي والشركة غير مسؤولة عنه كون السيد الحجاج يمثل رمز من رموز البصرة وبالتالي نحن متبنين لتهية دار سكنية له سوف يبقى الحال على ما هو عليه في دار الحجاج وبنفس الوقت سوف نكون ساعين مع السيد المحافظ من أجل تخصيص قطعة أرض سكنية ودعمه لبنائها إن شاء الله